السلام عليكم أعزائي الطالبة بالمرحلة الأولى بقسم الهندسة الميكانيكية ونرحب بكم بالمحاضرة الثانية بمادة مهارات الحاسوب رح نكمل بهالمحاضرة تعرفنا على المبادئ الأساسية للغة MATLAB ونشوف شو نستعمل هاي اللغة بالاستعمالات الهندسية المختلفة طبعا كملخص للشي اللي خذناه بالمحاضرة الماضية إذا نرجع على واجهة الـ MATLAB قلنا الواجهة مع الـ MATLAB المرنامج اللي نشتغل عليه بعد أن نشغله بعد أن تنقر على الإيكونة مع الـ MATLAB اللي يعني وراء ما تنصبه وتظهر إيكونتها الإيكونة ما ترح تكون إذا نرجع على الـ Desktop تكون بالشكل الآتي سنعرضها وتكون بالشكل الآتي هذا هو يكون شكلها بشكل مثلث أو سطح أملس أحمر وبجزء أزرق هذا بعد أن تنصب الـ MATLAB رح تظهر لك هاي الإيكونة على الـ Desktop رح تسوي دبل كليك عليها على الإيكونة فرح تنفتح لك واجهة الـ MATLAB بالبداية رح تكون الواجهة بها فقط هاي المنطقة الهنان اللي هي Command Window هاي نطلق عليها سبب الـ Command Window هاي تكون ما موجودة الهنان اللي هي الإديتر تكون فقط الـ Command Window وممكن تكون هنا نافذ البراوزر أو المكان اللي تستعرض به الفولدرات اللي تختار من عندها الفولدر اللي تشتغل عليه أموماً المنطقة هي هاي البيضة تشبيرة هي هاي المنطقة اللي أنت ممكن يعني المنطقة الأساسية بالـ MATLAB اللي احنا مثل ما شرحنا بالمحاضرة الماضية هي منطقة عمل حرة يعني تقدر تكتب بها أي شي تقدر تسوي عمليات بسيطة مثلاً خمسة زائداً خمسة مباشرةً إنتر يطلع لك عشرة الناتج أوكي وتقدر تسوي عمليات برمجية مثلاً يعني تعرف متغيرات هذا تقول لـ X يساوي لي واحد طارزة من القوطة Y يساوي لي مثلاً خمسة طارزة من القوطة وتجي تقول لـ Z يساوي لي X زائد Y زائد الـ Y وبعدين شو تقول لـ تقول لي دي سيبلي Z عرض لي الزت فقط يطبع لك فقط النتيجة النهائية أو ممكن شو تقول لي تقول لي طبع لي مو فقط الزت والـ Y الـ X والـ Y والزت يعني مو فقط الزت العفو الـ X والـ Y والزت ثلاثة هم فيعرض لك ياهم ثلاثة هم أوكي القصد الثاني اللي أريد أقول لها هاي المنطقة هي منطقة عمل حرة بالماتلاب منطقة الكوماني ويندو اللي تقدر تكتب بها جمل أو عبارات برمجية أو غير برمجية وتشوف النتائج في نفس المنطقة يعني الشيء اللي تكتبه هنا نتيجة تظهر رأساً نتيجة السطر البرمجي تظهر مباشرةً بعد السطر من تكتب 5 زائد 5 يطلع الناتج 10 من تكتب برنامج مبسط نتيجة تظهر مباشرةً هاي المنطقة ليست مخصصة للبرمجة النظامية يعني متل تكتب برامج نظامية وتخزنها على الحاسبة وتستعملها لاحقاً نلجأ إلى طريقة أخرى اللي هي أنه نفتح الإدتر شوان نفتح الإدتر خلينا نظف الشاشة بالبداية CLC هذا اللي عال CLC نظف للشاشة ونجي نكتب Edit EDIT هاي الإدت مر راح تكتبها تضغط الـ Enter راح تنفتح لك شاشة الإدتر أنا مرتبها بحيث على جزء الأيسر من الشاشة أوكي أنت تقدر طبعاً تتحكم بيها أنا نضغط تقدر تخليها منها تقدر تخليها منها يعني وتترك الماوس تترك الماوس راح تستقرب المكان اللي أنت تتحدده هاي الإدتر هي المنطقة المخصصة لعمليات البرمجة النظامية اللي تكتب بيها البرامج يعني Standard Standard Programs أوكي شرحنا أيضاً بالمحاضر الماضي على أجزاء الأجزاء البرامج أوكي يعني البرنامج قصدي البرنامج إذن مكون من مجموعة أسطر كل سطر من إيش متكون مكون من أوامر Command و Symbols رموز و Spaces فراغات تفصل ما بين الأوامر وما بين الرموز أوكي الكماند هو الشيء المهم عندنا الركيزة الأساسية يعني بالStatement وبالبرنامج أيضاً فالكماند هو شنو هو كلمة أو مجموعة كلمات تؤدي مهمة رياضية أو منطقية معينة أوكي رياضية Mathematical يعني عمليات الجمع القسمة الضرب الطرح أوكي أو عمليات التفاضل التكامل اللي آخر هي عمليات رياضية أو عمليات منطقية نأخذها بعدين العمليات المنطقية هي عمليات المقارنة واتخاذ القرارات وتغيير بسار البرنامج كلها هاي يديها أوامر متعددة موجودة بالبرنامج فالركيزة الأساسية أو يعني بالبرنامج هو أوامر البرمجية الcommands أو الإعازات البرمجية الرموز اللي تشتغلوها الإعازات هي ممكن تكون حروف letters ممكن تكون أرقام ممكن تكون Mathematical or punctuation signs يعني الحروف اللي هي الحروف الإنجليزية small letter والcapital letter فقدنا 25 حرف small من الآي لزت و25 حرف capital أيضا من الآي لزت عدنا 50 حرف ممكن نستعمله وكذلك عدنا الرموز الرياضية اللي هي الزائد والناقص والقسمة والضرب هاي كلها رموز رياضية نقدر نستعملها أيضا بالسطر البرمجي وعندنا punctuation signs علامات طباعية هاي العلامات الطباعية اللي هي مثلا النقطة الفارزة المنقوطة الفارزة العادية النقطين اللي الوحدة الفوق اللوق إلى آخر هي أيضا تعتبر علامات طباعية نقدر نستعملها بالبرمجة وشرحنا أيضا على القواعد العامة اللي نسمي بها المتغيرات وكنا نستعمل المتغير variable قبل شوية منستعملنا الX والY والZ مثلا نعرفنا مثلا خلي نقول هنا أنا بالإديتار إذا نكتب مثلا نقول X يساوي لي خلي نقول خمسة افتهام البرنامج X يساوي لخمسة هنا أنا ما راح يشتغل يقول لي عندك إرر ما يصير تسمي متغير 1X يجب أن يبتد المتغير يبتد بشنو يبتد بحرف يعني تقول X 1 يشتغل X 1 يساوي لخمسة يشتغل عندك من يشتغل البرنامج طبعا يفهم أوكي راح يفهم بس إذا تقول 1X يساوي لي راح يطيق عبارة إرارة يقول لك unexpected MATLAB expression فأول شرط أنه يجب أن يبتد المتغير بحرف أوكي أي حرف من الحرف اللغة الإنجليزية بعض الحرف تقدر تخلي أي شي تريد يعني تقدر تسمي فد متغير تسمي مثلا A هاي الاندرسكور أيضا تشتغل 1 يساوي مثلا تخلي فد رقم معين مثلا من يفتهمه هو البرنامج يعيد كتابته من يعيد كتابته معناها قراء أو افتهمه وابتهمه أنه أنت تريد تنسب الرقم 2000 للمتغير A أندرسكور 1 فالA أندرسكور 1 هو يعتبر اسم يعني شونا نقول صالح للاستعمال فتقدر تقول A يعني بس تقدر تقول B تقدر تقول مثلا C 1 تقدر تسمي علي تقدر تسمي أحمد هاي كلها أسماء متغيرات أندرسكور مثلا مواليدة 2000 مثلا واثنيين أوكي هاي كلها أسماء متغيرات ممكن تستعملها أهم شي هي كلها اللي يربط معياتها هنو شنو بادية بحرف بعد الحرف تقدر تخلي أرقام وتقدر تخلي حروف أخرى وتقدر تخلي هاي إشارة الأندرسكور أوكي تقريبا القاعدة الأساسية اللي ممكن اتبعها بتسمية المتغيرات أوكي هنا أيضا عندنا كانت قاعدة أخرى اللي هو دائما من أجي أستعمل في بعض الأحيان عندنا أوامر برمجية هاي الأوامر البرمجية ما أقدر أستعملها كأسماء متغيرات شو أنا أعرف ها أكتب اسكي وورد اسكي وورد كلمة اسكي وورد تضغط انتر رح تطلع لك مجموعة من الأوامر هاي لا يصح بأي حال من الأحوال أستعملها في تسمية المتغيرات أوكي ممكن أستعمل مجموعة أخرى مثلا من الأوامر مثلا الدواء المثلثية أوامر أخرى بس هاي تلغي وظيفتها مثلا الساين الكوساين أقدر أستعملها كأسم متغير ولكن رح تلغي وظيفتها مؤقتا وحتى أستعيدها ألجأ إلى اللي عاز كلير فأقول لها كلير يعني من أنا من أقول مثلا رح أقول لها سين سين هي سين هي دالة تجيب بس سين دي بالدقريز سين 30 سين 30 إش قد انتر هي نص بس من جاء أقول لها سين يساوي ألفت فراغ لم تعد السين هي سين 30 لما نجز تعملها كسين لما نقول لها سين 30 رح يقول لي رح يطيني عبارة إرر يقول لي هذا تعبير يعني يعني تمرها مصفوفة تعول دالة السين السين إلى مصفوفة شو أنا أرجعها أقول لك لير سين هس أقدر أقول لأمر تلغ سين 30 فرح يرجع نص أوكي رجعت وظيفتها أوكي هنا ثلاثة مكتبناها 30 تقدر لها صفر 30 فترجع نص سين 30 نص فلهذا يعني إذا عندك التأمر شاكبي هو كأمر برمج وتستعملت كمتغير تقدر ترجع الوظيفة الأساسية بالضغط على الإعاز كلير كلير وسين أوكي كانت هاي تقريبا يعني نظرة سريعة للشيء اللي أخذناه بالمحاضرة الماضية حول الماتلب الأجزاء الأساسية يعني إذا نجي نقسم البرنامج إحنا قسمناه بالمحاضرة الماضية إلى البرنامج إلى أسطر وأوامر وفراغات ورموز مرمجية إلى آخره ممكن نقسم البرنامج تقسيم آخر تقسيم منطقي أوكي التقسيم المنطقي للبرنامج إنه من يش يتكون البرنامج يتكون من الثلاث أجزاء جزء للإدخال وجزء للمعالجة وجزء للإخراج أوكي فإذا نقول parts of a program any program is composed of three main parts يتكون أساسا من ثلاث أجزاء أساسية جزء الإدخال وجزء المعالجة وجزء الإخراج أوكي فجزء الإدخال هو جزء الذي يتلقى البيانات نحن دائما بالبرمجة تعاملنا نوية البيانات يعني عملية البرمجة هي عملية إدخال للبيانات عملية معالجة للبيانات وعملية الحصول على النتائج أو إخراج لبيانات أخرى هي هذه عملية البرمجة متعلقة بالأرقام وكيفية التلاعب بهاي الأرقام من خلال شنو؟ من خلال تحويلها إلى مصفوفة من خلال تحويلها إلى مصفوفة ماتريكس ومن هذا طبعا مثل ما ذكرنا بالمحاضرة الماضية واشتق اسم الماتلا بالليو الماتريكس لابروتري مختبر المصفوفات شنوية المصفوفة؟ هي مجموعة من الأرقام المرتبة على شكل صفوف وها عميدة فهذه المصفوفات أو الأرقام اللي راح أغذيها للبرنامج وين أغذيها؟ أغذيها في جزء الإدخال يعني هذا البرنامج النص البرمجي اللي إحنا شرحناه بالمحاضرة الماضية وقلنا يتكون من مجموعة من الأسطر أول مجموعة الأسطر من عنده أو أول جزء من عنده هو جزء المفروض أنا أدخل به الديتا ماتي أدخل به البيانات اللي راح أستعملها بالبرمجة جزء المعالجة وين راح يكون راح يكون بالوسط البروسيسينج بارت اللي هو جزء الأكبر من البرنامج اللي يتم به العمليات المختلفة اللي هي العمليات المعادلات الرياضية العمليات المنطقية المقارنات حلقات التكرارية مثلا من أريد أشتغل على ديتا وكرر فت عملية على عدد كبير من الديتا مثلا خلني نقول عندي مئة طالب وكل طالب أريد أحسب معدل درجاته فكل طالب هو عنده مثلا خمس ست دروس وهما مئة طالب فهي عملية حساب المعدل هي وحدة بس كررها على مئة طالب فهذا أحتاج ما يسمى بالحلقة التكرارية الربتشن لوب فكل هاي الأمور وهم موجودة بالبروسيسينج بارت الجزء الداخلي من البرنامج جزء المعالجة ورما أكمل معالجتي للديتا شي لدي أحصل نتائج النتائج لازم أعرضها حتى المستفيد من البرنامج يقرأها وإن هذا أعرضها في نهاية البرنامج هناك عبارات أضيفها ترتب لي عملية إخراج النتائج وهذا نسميه جزء الإخراج للأوتبوت بارت فإذاً أي برنامج يجب أن يتكون من جزء إدخال input part في البداية وجزء بالوسط للمعالجة نسميه processing part وجزء بالنهاية نسمي output part إذاً ننتقل للماتلاب حتى نوضح حالي المفاهيم بطريقة أفضل نيجي هنا نشتغل على الإديتر أفضل بالبداية دائماً إحنا من نجي نكتب بالماتلاب بالبداية قلنا نكتب العبارة clear هذا الأمر clear وفارزة وسي أل سي هذا أمر يعني دائماً أخليهم في بداية البرنامج أتعود أخليهم قبل ما أكتب أي عبارة برمجية الكلير شي سوي لي ينظف لي ذاكرة البرنامج من أي متبقي سابق يعني أنا من أريد أستعمل هنا أسماء متغيرات X, Y, Z, W إلى آخره المفروض هاي ما بيه يعني ما كف الشي أستعمله وقد يكون إلى معنى آخر فالكلير المهم ينظف لي ذاكرة البرنامج الـ CRC شي نظف ينظف فقط command window عبارة عن مساحة عادية إلكترونية ينظف لي منطقة النتاج command window نحن أسنب شغلنا كل command window فقط سوف تستعمل لعرض النتاج يعني البرنامج أكتبه بالإديتر والنتاج تعرض بالcommand window فبدأ أن نكتب clear و CLC نجس فرض أنه البرنامج ما تريد يجري لي عملية جمع أوكي فأجي بالبداية أدخل شريطة أجمعاني راح أقول لي X يساوي لي مثلاً خمسة خلي فارزة منقوطة أدخل للرقم الآخر اللي أريد أجمعه Y يساوي لي 7 خارزة منقوطة هذا يعتبر إذن هو شنوه؟ جزء لإدخال دخلت هسه رقمين اللي هو الخمسة والسبعة هذا إذن يعتبر هو الـ Input Part هؤلاء أثنيناتهم إذن نكتب يمهم نكتب يمهم الـ Input Part Input Part أوكي طبعاً هنا أنا من تريد تكتب أي شيء تخليه بـ Single Quote أحرامه Single Quote رح نخلي له ألامة الدولار تخليه إذن هذا وقتاً فهذا هو إذن جزء جزء الإدخال اللي هو ندخل بالبيانات اللي هو X يساوي أنه خمسة والـ Y يساوي أنه سبعة رح يعتبر هذا الـ Input Part نجيه سعلى جزء المعالجة فراح أكتب المعادلة ماتتي رح خليفت فراغ فراغات بالماتلاف تقدر براح تكتضيفه واش رح أقول له أقول له Z يساوي لي X زائدًا Y نعم المعالجة بسيطة لأنه هو البرنامج بسيط جدًا نجيه على جزء الإخراج جزء الإخراج هو جزء الطباعة اللي هو رح أقول له Display زين وقل له Display Z أوكي فهي الأجزاء الأساسي ببساطة جزء لإدخال البيانات وجزء لمعالجة البيانات وجزء لإخراج البيانات أوكي سمنا جنفذ البرنامج نضغط على الإيكونة هنا رح يقول لي وين تريد تخزنه رح أقول له مثلاً خزن ليه على الـ Desktop زين وتنطيفت اسم معين تنطيفت اسم مثلاً سميه البرنامج رقم A1 أوكي وراح تقول له تقول له Save أوكي رح يقول لك هذا ليس الفوردر الافتراضي الذي مفروض تتخزن بي البرامج وقل له موش كال Change the Folder Change the Folder رح يطبع لك الرقم 18 هنا إذن هاي عجزاء الثلاث هنا واحد يقول زين نحن ليش عقدنا هذا البرنامج هو مجرد عملية الخمسة زائد السبعة هنا وين تبرز عملية البرمجة أهميتها أهميتها لأنه أنا دائماً ما تعمل رقب واحد يعني إذن الـ X لنقل أريد خمسة أرقام في وقت واحد أجمعها وهي خمسة أرقام أخرى فبمكانة الخمسة رح أجمع الخمسة مثلاً ولا ثمانية مثلاً ولا اثمعش ورقم آخر خلي نقول سالب ناقص أربعة ورقم آخر مثلاً مية من أجل أجمع مجموعة أرقام ما أقدر أخليها بعديشي فقط لازم أخلي أستعمل أقواس مربعة أجمعها داخل قوسياً مربعات أوكي هاي الأرقام الخمسة أجمعتها داخل قوسياً مربعات هسا هاي الأرقام أقدر أجمعها كلها وية السبعة وأقدر أجمعها وية خمس أرقام أخرى خلي نجرب هو شيء أجمعها فقط وية السبعة هسا رح نجي ننفذ البرنامج والرضى ثانية فمن نفذنا تلاحظون أنه الناتج أصبح خمسة أرقام ليش؟ لأنه الـ x لم يعود رقماً واحداً وإنما خمس أرقام والـ y بقى رقم واحد فهو من يجي يجمع يفهم البرنامج أنه وراح يجمع مرة الـ y يعني يجمع الـ y ويا كل رقم من أرقام الـ x فيجمع مرة الـ y وية الخمسة يعني السبعة وية الخمسة والمرة الثانية السبعة وية الثمانية ومرة السبعة وية الاثمعاش والسبعة وية الناقص أربعة والسبعة وية المية فالزت هو ناتج الأكس اللي هو خمسة أرقام زائد النواي اللي هو بعده رقم واحد فانتج لي إذن الزت هو مصفوفة من خمسة أرقام هنا أنا بدأت تتبين أهمية البرمجة في وقت واحداني جمعت خمسة أرقام إذا أنا لاجه أجمع هوية خمسة أرقام أخرى لازم أكتب خمسة أرقام مو رقمين يعني هنا أنا وية رقم واحد يشتغل يعني يقول لك هذا الرقم الجمعة وية الرقام البقية بس من أخلي مثلا رقمين ما يشتغل يعني إذا سبعة مثلا واثنيين خلي نقول هنا أنا مرح يشتغل رح يصير عدم توافق في عناصر المصفوفة فينطيني إرار لأن صارتها خمسة أرقام هاي رقمين فإذا من أقول له رن هاي يقول لي إرار خمسة واحدة اثنية مترهم خمسة واحد يشتغل لأنه يجمع حوية الكل بس خمسة واحدة اثنية متشتغل لأنه شي يجمع يجمع السبعة لأولى اثنين ويكون رقم له شون مترهم فهلانا شنو المصفوفة الثانية هم بها مجموعة أرقام تكون لازم عددها بقدر المصفوفة الأولى خلي أرقام من عندي مثلا ناقص اثنين ناقص اثنين ناقص اثنين ومثلا ستة الآن صارت خمسة أرقام خمسة أرقام بالمصفوفة X وخمسة أرقام بالمصفوفة Y هسه راح يبدأ يشتغل البرنامج يجمع الرقم الأول ويه الرقم الأول يعني الرقم الأول بالمصفوفة X مع الرقم الأول بالمصفوفة Y الرقم الثاني بالمصفوفة X مع الرقم الثاني بالY الثالث ويه الثالث الرامع ويه الرامع والخامس ويه الخامس هسه راح يطيك النتيجة فتلاحظ أنه الـ 12 من جدي ناتج الـ 5 والـ 7 الـ 10 من جدي ناتج الـ 8 والـ 2 الـ 12 الـ 10 12 زائد ناقص 2 أوكي هاي 4 ناقص 4 الناتج صار 0 الـ 10 و الـ 6 106 فاجمع الخمس أرقام الأولى مع الخمس أرقام الثانية أوكي نقدر نطور بعض جزء المعالجة يعني نقول لعمليات جمع تقدر شو تسوي عمليات طرح مثلا شو تقول له سميه بتغير آخر هذا الزت تبره هذا سميه زتون وسمي زتون ناتج عمليات الطرح ما بين المصفوف الأولى والثانية هو X ناقصا Y وكي وش جاء أطبع حسا هنا أطبع الزتون والزتون زتون وزتون أيضا من أجهة أطبع الزتون والزتون لازم أخليهم داخل أقواس مربع دائما من عمليات الطباعة وحتى في تعريف المصفوفات يعني أكتب أكثر بالرقم أبدي أستعمل الأقواس أبدي أستعمل الأقواس هنا لأيضا رش راح نضيف حتى الطيوعة تكون ماتي أوضح راح نضيف فالزة من قوطة ما بين الزتون والزتون فالزة من قوطة راح تلاحظ فائدتها أنه تنزل لي سطر مكان ما الزتون والزتون ينطبع نكونهم بسطر هذي يعني بسطر طويل وأفقي راح ينطبعون سطر تاعة السطر بس إذا أجه نفذ البرنامج فتلاحظون صار عندي سطرين السطر الأول يمثل لي زتون اللي ناتج عمليات الجمع والسطر الثاني يمثل لي زتون اللي ناتج عمليات يعني عمليات الطرح أو عمليات الطرح هشوف أنه نقص الثنين من ظهرته هنا نتيجة الخمسة نقص سبعة اللي هي زتون الستة من جدي ناتج الثمانية ناقص الثنين الـ 14 اللي هي 12 ناقص ناقص 2 فصارت زائد فصارت 14 نفس الشي الـ 8 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 مرة ثانية صارت ناقص 80 والـ 100 ناقص 6 94 فالسطر الأول عمليات الجمع اللي سويناها بالبداية فالسطر الثاني مضفناه هو شنو عمليات الطرح ممكن نسوي عمليات ضرب نسمي Z3 Z3 شي ساوي لي Z3 يساوي لي الـ X في Y هنا أنا أنتبه بعمليات الضرب ما أخلي فقط الفي لأنه الفي هنا بمعنى بالماثلب يعني الفي واحدة ما يشتغل يعني ما يضرب عنصر بعنصر وإنما عمليات ضرب المصفوفات اللي هو عملية رياضية مختلفة عن ضرب يعني عنصر بالعنصر المقابل إليه أنا شاي اللي نضرب هنا نريد نضرب الخمسة بالسبعة والثمانية بالاثنين يعني شون نقول element to element عنصر لعنصر كل عنصر مع العنصر المكافئ إليه فمن ضرب كل عنصر من العنصر المكافئ إليه ما أخلي فقط الفي أخلي دوت الفي أوكي دائما ننتبه لها مضرب المصفوفات ما أخلي فقط الفي لما يكون الأكس أكثر من الرقام يعني لو الأكس رقم واحد مو إشكال يعني لو الأكس هو مثلا فقط خمسة والواي مثلا فقط سبعة أوكي أكتب أكس نجمة واي بس هنا شنو لا الأكس خمسة رقام والواي أيضا خمسة رقام فما أستعمل النجمة وحدة أستعمل النجمة وياها نقطة أوكي أسا منيجي ننفذ البرنامج أنا لا نطبع كل شي ليش لأنه هذه الزت ثري حسبتها بس ما طبعتها فلازم شنو أضيفها لعبارة الطباعة لعبارة الإخراج شو أنا أضيفها خليلي فالزة منقوطة أخرى وخلي الزت ثري أوكي الزت ثري نسا منيجي أطبع عصائي نضاف لسطر ثالث اللي يمثل لي عمليات الضرب يعني الخمسة وثلاثين ما نجد تي ناتج ضرب الخمسة بالسبعة الستعاش ما نجد تي ناتج ضرب الثمانية بالاثنين الناقص اربعة وعشرين ناقص في ناقص الثنين وهكذا ستمية مية في ستة أوكي ممكن نكمل ونساوي عملية القسمة نعرض في الزت فور على أنه الأكس دوت أيضا سلاش سلاش مين هذا السلاش دوت سلاش هذا السلاش أوكي اللي فيعتبر الأكس راح أصير بالبسط والواي راح أصير بالمقام أوكي وأيضا أجي أضيف فالزة مقوطة وأطبع الزت فور سلاش نطبع عندي أربعة سطر تلاحظون هنا بعمليات طباعة كل فارزة منقوطة تنزل لي سطر فعندي إذن هذا السطر الأول اللي هو هذا الزت ون والزت تو هو السطر الثاني والزت ثري السطر الثالث والرابع هو الزت فور إذن نسا مرة حنفد راح انطبع لي أربعة سطر أوكي هنا ليس صار تي شي لأنه صار عندي كسور فطلعت خالص يطاق الشاشة فاش أسوي شوي أكبر الشاشة وسوي رن مرة ثانية وهنا طلع عندي السطر الأخير اللي يمثل لي عمليات القسمة أوكي بالقسمة راح تبدي تبرز عندي المراتب اللي بعد الفارزة فهو بالمتلاب مني شوف رقب واحد بالمصف فبيه فارزة يضيف الاصفارة لكل عناصر المصف يعني هنا الاثماش ما بيها مراتب بعد الفارزة المراتب بعد الفارزة برزت هنا بالسطر الأخير مني صار عندي عمليات قسمة فهو بالنواطق الافتراضي يضيف أربع مراتب بعد الفارزة يعني هي ممكن تكون أكثر من أربع مراتب أوكي لا نهاية من المراتب بعد الفارزة حسب دقة مراتب أوكي المكاراتب ما بيها مراتب يخلي هو يعوثها صفارة أوكي حتى يوحد النسق يوحد النسق فحتى المكاراتب اللي هي ما تحتاج فارز هو أضافلها من عنده فارز لأنه دخل إلى شوان نقول نمط الطباعة مع نمط الطباعة العشري أوكي نمط الطباعة العشرية اللي هي بها مراتب بعد الفارزة أوكي هذه هنا السطر الأخير يمثل لي عمليات عمليات القسمة أوكي شباب شباب هكوا سؤال هكوا تعليق على الشي اللي دا أذكره داعتكم مداخلة في الشي حتى يعني أعيد الشي اللي دا أشرحه هي هاي البسافة هاي البسافة يعني هي ما تأثر لي على الحل يعني هست إذا كبرتها شوي راح أكبرها وراح تأثر لي على الحل شو بقى نفس الحل هنا أنا ما تأثر المهم فراغ واحد على الأقل فراغ واحد أوكي حتى لا يختلط لأنه ينال يباوع إذا خليت الخمسة والثماني شرع يقراها يقرأ وخمسين بعد ما يشتغل يصير إررر يعتبر هاي أربع عناصر وهاي خمس عناصر على الأقل خلي فراغ أو أكثر أوكي فراغ واحد يمشي لي الحل وممكن تخلي هواية فراغات ما هو ويشتغل ما يأثر الفراغات في البرنامج ما تأثر هواية غرفت شون أو ما لا تأثير بالأحراء يأيين على عملية البرمجة مجرد عملية تنظيمية راضح إذا عندك أرقام هواية وما تريد تخلي فراغات تخلي فوارز نعم تفضل تفضل اي اي الكلير قلت لك الCLC يعني هسا أني لو مثلا ما أدت بCLC اي اي ش راح يصير راح يتكرر الرن ما هو عسا يبدأ الرن يتكرر ما يمسح الرن القديم الرن السابق يبقى موجود فالشاشة ما هو هذا الرن السابق هذا الرن اللي قبله ما هو عمليات الرن كلها تبقى في الناتج ما للي يعني شوان يقول التنفيذات السابقة فحتى ألغيها شو سوية خلي زائم الCLC حتى كل ما يجي يقرأ البرنامج ينظف الشاشة يلا يطمع النتائج الجديدة هاي فعلت الCLC الكلير مثلا أنا خلي نقول في برنامج سابق معرف خلي نقول يعني خلي نقول هسا هاي المعادلة باوع بها زائدا فدرقم اسمه A capital أوكي وهذا لك A capital زيان أنا معرفة في برنامج سابق معرفة على أنه قيمته خلي نقول فدرقم معين بس أنا هنا أنا بالبرنامج ما معرف قيمته فمعتبره صفر أوكي هنا أنا مرة رح تيجي مرة رح تيجي تنفذ أوكي ولا هو رح يطيك إرار يعني يقولك أنه لهذا الآي غير معرف أوكي فأنت حتى ما معرفة قبل هو يقولك هذا يعني لازم تعرفه يلا يشتغل الكليل شو سوي لك قيمته حتى لو أنت معرفها سابقا في برنامج آخر رح تلغي تمسح من ذاكرة الحاسبة أوكي هنا هي قد ما تبين هنا عندك قد تفيدك في بالمصوفات يعني عندك مصوفة مثلا اسمها أكس هاي المصوفة أكس بها خلي نقول بها خلي نقول مو بها فقط خمس عناصر بها خلي نقول عشر عناصر واضح شون وجهت التمر تلغي عرفت خمس عناصر هو بالبداية أول خمس عناصر من عندها رح ياخذها من عندك والخمس عناصر الأخرى اللي تم عرفها خلي نقول برنامج سابق ياخذها من قيمتها السابقة أوكي فراح يختلط تعريف أكس اللي هنا وهي تعريف أكس اللي أنت سابقا معرفة فدرعا لهاي المشاكل أقول لك لير فتبدل ك لير يعني الأكس بالتك من الصفر الشي اللي تكتبه هو هنا هو فقط اللي ياخذ معنى أكس مو أكفد معنى أنت مدت عرفة واضح شون يعني أي شي متبقي في ذاكرة البرنامج يلغى بواسطة اللي يعاز ك لير هاي فاعدة لك لير ماشي نقول والله الحاسبة يعني أنت من الطبق قدامك شون نقول تفهمها أفضل يعني من نسبة لكم راح نزل البرامج نزلها بال شون نقول النصبات يعني يسا هذا الورد محاضرة سعائك وورد هي نزلها يعني بيها أجزاء أخرى وحتى بيها أمثلة زيان يسا هاي الامبوت مثلا مثلا سنأخذ عليها بعض شوية بيها أمثلة وبيها شروحات بس أنت من تجي تنفذ بيدك أفضل يعني إذا عندك حاسبة نزل عليها ما تلاب أفضل إذا ما تقدر هسا تشتري به المرحلة حاسبة تقدر مثلا تعتمد على حاسبات الكلية مثلا تجي تطبق بيها أوكي أفضل بس هي بالامتحان أنت إجابتك على ورقة بالامتحان إجابتك على ورقة مو على الحاسبة مو على الحاسبة عندكم مادة مختبر زيان بس أنت من تجي حال المختبر هم راح تجاوب على ورقة أوكي ما راح يعني نقعدك على حاسبة وتجاوب ونخلي لك على إجابتك على الحاسبة دائما حتى الشيء تكتب على الحاسبة هم راح تنقل على ورقة ونصلح لك على ورقة آشي فعملية التطبيق على الحاسبة لغرض الفهم وليس لغرض التقييم ماضح شباب والله هو أنس بالنقال قاله الطلاب العام وجربت مرة عندها منزلته يعني إذا اعتمد على تليفونك إذا تليفونك حديث يعني جوز ممكن يتقبل ما تلاب جربوا والله بالنقال إذا يشتغل عندكم يعني ما مستعمل حقيقة ما أعرفه قلت لك مو هذا النسخ خسد نجيبه إحنا بالسيديات أي هم نسخ يعني مسوينا في الطريقة في الكراكينج يعني مو نسخ شرعية فتشتغل على الحاسبة الكراكينج وي الموبايلات يجوز ما يشتغل فلهذا يريد من عندك فشي رسمي يريد عندك حساب إلكتروني يريد يجوز يعني سيريال نمبر ما أدري بعد المهم أنت أي وسيلة تقدرون شغلون بها الماتلاب سواء على التليفون أو على الحاسبة واتطبقون بها البرامج يعني ما عندي اعتراض عليها أوكي شباب إن شاء الله صح هو المفضل أني كان أبلغكم سابقا عموما يعني من غادي المحاضرة هي واحدة رح تكون محاضرة واحدة هي بالعشرة ونص والسبت أيضا رح تكون محاضرة واحدة أيضا بالعشرة ونص واضح شباب يعني محاضرتين بالأسبوع الحضور شبابي إذا تريدون كتبوه بال بيتشاتينج بالميت بالميت اللي هو هنا بالشات كتبوا أسماكم وشعبكم واضح كل واحد يكتب اسمه و يعني اسمه الثلاثي والشعب مات بيتشاتينج عبدالله غالب محمود مشتباس كتبوها وأنا بعدين أقولها إن شاء الله تعتبر هو الحضور مالتكم صار صار كلها تنزل كل شيء أشرح هنا أنا أنزلكم بسيطة والبرمجة مثلا الرابط أيضا إن شاء الله أنزله البرمجة ستلاحظون يعني ما راح يفوتكم إن شاء الله شيء دائما احنا كل ما نأخذ محاضرة جديدة نعيد شوية من القديم ونظل الأمور نستعملها يعني هي البرمجة عملية تعلم لغة واللغة دائما من واحد يمارسها يعني هم نأخذ مثلا الفعل الماضي أو الفعل المضارع مثلا باللغة العربية وبالإنجليزية راح نظل نستعمله براح نقول هذا خذناه بأول محاضرة ونعوف بعد هذا في نفس الشيء البرمجة الشيء اللي فاتك راح ظل تمارسه أنت بعدين يمر عليك خلال المثلة خلال المغادة الجديدة الأخرى اللي أنت تأخذها فلا تخاف من هذا الموضوع أوكي بالنسبة للمسائي جماعة السبت قالوا إحنا نقدر نأخذ السبت ما عدوا مدوام فيأخذون وياكم بالنسبة لليوم المسائي لا راح أخذكم بالجدول مالتكم يعني جماعة المسائي اللي لأنه نعدهم قسم موظفين هو إذا يريدون يحضرون وياكم كلكم عادي إذا ما يقدرون موظفين فنأخذهم بالنسبة لليوم الثناني يعني اليوم لأنه اليوم دوام نأخذهم مسائي هو مثلا أعتقد بالخمسة ونص المحاضرة متمام أي نعم أهلا وسهلا أخذت يوم السبت جوي يمكن حضرهم خمسة خلتهم بالخمسة ونص أجل ساعة موظفين مو مشكال مو مشكال هو هسا تقريبا هسا هاي المحاضرة شبه محاضرة أولى أيضا الشينا خذنا بالمحاضرة الماضية مو كل شي يعني تقريبا عدتهم شوية بهاي المحاضرة وراح نزلها همين نزلش المحاضرة هم راح نزلها على اليوتيوب فتقدر تتابعها بالنسبة اليوم السبت يعني بكيفكم إذا تدون يقول على موعدكم معادي ما عندما طلاب قالوا لي طلاب قالوا أنه نقدر نحضر يعني سهلة محاضرة الصباح ومحاضرة المساء شباب يلا سهلة زين خلي نكمل حتى لن نأخذ من وقت المحاضرة مادة هاي هسا اللي ظهر أمامكم اللي هي تشابتر 2 هي طرق الإدخال احنا أخذنا بعض الأمور من عدها هنا في طرق في طرق الإدخال أخذنا بعض بعض الأمورات اللي طبقناها قبل شوية بالباتلاب الطريقة الأولى من طرق الإدخال اللي أخذناها هي نكون عندي عنصر واحد اللي بالبداية أخذناها يعني مثلا راح أعرف خلي نقول متغير اسمه A يساوي لخلي نقول خمسة أوكي تقدر نضيف فراغات من عندك قط حتى يعني يبين أوضح وتعرف متغير آخر ب يساوي لمثلا 22 هاي تعتبر الطريقة الأولى من طرق الإدخال إنه أدخل الرقم بتخصيص متغير عليه يعني أسمي المتغير هذا A وخلي علامة المساواة وخلي الفاليو ما المتغير على يمين إشارة المساواة هاي طريقة الإدخال الأولى أو تغذية البرامج أو تغذية الديتا للبرنامج أوكي الطريقة الثالية من يكون عندي مجموعة عشوائية من الأرقام من عندي مجموعة عشوائية من الأرقام شاستعمل أستعمل لقواس المربعة مو أقواس دائرية أوكي يعني هذا من شغلة سيشتغل عندي بس نخلي قواس دائرية ما يشتغل أرضا راح أخلي قواس دائري هنا هذا قواس دائري آخر هسه من أقول لي Enter أو Run يقول لي أرر وما ينفذ بالدائرية ما تشتغل فمن يدخل أستعمل دائما أقواس مربعة قوس مربعة هنا وقوس مربعة سيد بي شوف من السد القوس المربعة أنت به رأسا راح يقول لك هذا القوس يسد القوس اللي فتحته دائما أستعمل عدد زوجي من الأقواس من البرمجة أوكي كل قوس تفتحه لازم أكون قوس يسده دائما زوج زوج الأقواس يشتغلون أوكي فبالأرقام العشوائية شاستعمل أستعمل أقواس مربعة وداخل الأقواس مربعة أخلي أي عدد أريدة من الأرقام أوكي يعني هنا دخلت خمسة أرقام ممكن أدخل أكثر من خمسة أرقام فكتر أضيف بعض أرقام على أقل فتفاصل بيناتها أوكي وأضيف مثلا فتلاثة أرقام أخرى خمسة سبعة مثلا واحد أوكي وهنا أيضا أضيف خمس أرقام ثلاثة أرقام أخرى فيصير ناتج ثمانية بثمانية أوكي هنا أنا مثلا أضيف مثلا ثلاثة واحدات واحد 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 صار ثمان أرقام هنا وثمان أرقام هنا أوكي أسا نقدر نجري نفس العمليات أوكي فصارت عندي ثمانة عميدة فصارت واسعة شوية طلعت خارج نطاق الشاشة أنت تقدر شا تسوي نقدر مثلا عمليات القسمة أسا نشيلها حتى يطلع عندنا كسور نكبر شوية الشاشة ونطبع فقط عمليات الجمع والطرح والضرب أوكي أشيلها آخر واحدة أيضا نسمع حاجة ينفذ البرنامج ها أنت أكبر الشاشة حتى تكفيني لعرض النتائج هاي الثمان أرقام يعني هنا الأكس والواي أول سطر هو جمع الأكس والواي ثاني سطر طلح الأكس من الواي وثالث سطر هو حاصل الضرب وتقدر تطمع الأكس والواي أيضا أوكي يعني قدت واحد يقول ليس ليش ما طمع الأكس والواي ممكن هنا بالمصفوفة تخلي الأكس فارزة منقوطة والواي فارزة منقوطة أوكي تصرع عندك أسراح يصبح عندك مصفوفة بها خمس أسطر أول سطر منها هو الأكس وهذا قيم الأكس رح تنعاد منها تنطبع ثاني سطر الواي وثالث سطر جمع والطرح والضرب شوف هسا قداما كلها رح تبين هسا من أجي نفذ هسا صارت واضح هذا أول سطر قيم الأكس ثاني سطر قيم الواي ثالث سطر الجمع يعني خمسة زائل سبعة مع عش خمسة ناقص سبعة ناقص اثنين خمسة في سبعة خمسة وثلاثين هسا بينات كلها قدامك زي نجيس العامود الثاني ثمانية واثنين ثمانية في ثنين أو ثمانية زائل اثنين عفو عشرة ثمانية ناقص اثنين ستة ثمانية في ثنين ستطع nós تلاحظون فأول سطر القيم المجموعة الأولى ثاني سطر قيم المجموعة الثانية ثالث سطر حاصل جمع سطر الأول والثاني رابع سطر حاصل طرح السطر الثاني من الأول والسطر الأخير حاصل ضرب السطر الأول بالسطر الثاني يعني صار 12 عندي ولي ناقص 2 12 زاد ناقص 2 10 12 ناقص ناقص 2 صار زاد 2 صار 14 بس 12 في ناقص 2 هو ناقص 24 وها كذا ماشي شباب مولدنا هاي المصروفة اللي هي فهي تعتبر إذن الطريقة الثانية من طرق الإدخال اللي استفادت من عدها لجمع أو لإجراء عمليات رياضية على مجموعة من الأرقام الطريقة الثالثة بالإدخال لما يكون عندي أرقام نظامية شنو أرقام نظامية يعني هنا أنا مثلا أريد أرقام من 1 إلى 80 نظامية الأرقام هي 1 2 3 4 5 6 7 8 أنت تقدر تكتب هنا داخل الأقواس المربعة تقدر شو تخلي 1 2 3 4 5 6 7 8 وهنا مثلا أيضا تقدر تخلي ثمانة أرقام نظامية أخرى بس الفاصل بينها 2 يعني 2 4 6 8 10 12 14 16 نراتهم مجموعتين من الأرقام النظامية المجموعة الأولى الفاصل بينها 1 والمجموعة الثانية الفاصل بينها 2 هذه ساهم تشتغل لا تريد تببق عليها البرنامج باتك فتلاحظ هذه المجموعة الأولى 1 2 3 إلى 8 والثانية 2 4 6 8 16 والسطر الثالث نفس الشي أي ديج مع 1 2 3 1 ناقص 2 ناقص 1 1 في 2 2 وهكذا هنا بهايذ إدخال نقدر نستفاد من ميزة من مزايا الماتلاب إنه الماتلاب بينها في النسق نظامي تقدر تختصر الكتاب يعني مكان ما تقول لي الأرقام كلها تكتبها من 1 000 8 شي تقول لي شيل الأقواس المربعة أو شيل الأرقام كلها نذكر فقط الرقم الأول ونخلي فارزة منقوطة أو العفو نقطتين واحدة فوق اللغ اللي هي سموه colon operator وتخلي وراء نهاية الأرقام أوكي فتذكر فقط أول رقم من المجموعة وآخر رقم هو البرنامج رح يقول لك فيفتة منه وانت تريد الدخل لأرقام من 1 إلى 80 واضح حسنا من تجي تنفذ أيضا رح يطينك نفس النتيجة راح شباب أطعك نفس النتيجة ما تغير كل شي نفس الشي هنا بالنسبة للأرقام اللي هي 2 4 6 8 من هو أول رقم رقم 2 ومن هو آخر رقم 16 فاللي بنوص أشيلهم والقوس المربع أيضا نشيله والقوس الآخر المربعها ما شيله هنا أنا ما أقدر أبقي وخلي هذا colon operator النقطة بس أنا ما أقدر فقط أتوقف ليش لأنه إذا بقيت شو راح يفهم البرنامج من يقدر يقول لي راح يأخذ 2 3 3 4 5 أنا من هذا لديه ده أمشي 2 2 فمن أمشي 2 2 2 أخلي في الستيب بالنص أوكي فهنا من راح أخلي ستيب بالنص راح يبجي من الاثنين إلى الستة عشر ويمشي اثنين اثنين يعني اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة ناش اربعة عشر ستة عشر أوكي فهنا أنا آه راح أجي من أسورا راح ينفذ نفس العملية أوكي ينفذ نفس العملية باعوا شباب نفس الشي أوكي ينفذ لي نفس نفس العملية جانعيني فهاي القام اللي هي اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة أوكي اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة اثنين اربعة عش وستة عش زين فهنانا إذن اختصبنا عملية الكتابة فبمكان ما أنا اكتب الأرقام كلها ثنين اربعة ستة ثمانية عشرة شا سوي اذكر فقط الرقم الأول والرقم الأخير وخلي الخطوة بياناتهم الخطوة البياناتهم فإذن هاي تعتبر الطريقة الثالثة من طرق اليدخال أوكي فهنانا إذن نجي نلخصها بال 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 بالإمبوت ميثود أوكي فالإمبوت ميثود نجي طريقة البسيطة اللي هي Entering Constant Initial Numbers اللي هسا قبل شوية شرحناها نستعملها لغرض الآرقام يعني الثوابت أو الأرقام اللي القليلة هذا اللي لاحظ نخلي الVariable Name ونخلي علامة المساواة ونغلي الValue وكيف هاي numerical value وهذا valid variable name or matrix of one element فإنقدر نقول X يساوي واحد Y underscore 4 يساوي 22 و 18 أحمد 2002 يساوي 85 إلى آخر هاي تعتمر الطريقة الأولى طرق الإدخال الطريقة الثانية إدخال لرقام العشوائية Entering Arbitrary Numbers يعني الرقام العشوائية فبالرقام العشوائية أشخلي أخلي أقواس مربعة أوكي نستعمل البراكت أو square brackets هاي الأقواس المربعة أوكي والفاصل بين آخر ممكن يكون فاصل وممكن يكون فارز أوكي كوما يعني الفاصل بين الأرقام ممكن يكون blank space أو كوما يعني إذا نرجع للمثال هذا مالتنا بالنسبة الأرقام العشوائية اللي قبل شوية أخذناها يعني خلال سبعة نكتبها مرة ثانية مو مشكال وبالنسبة للطريقة الثالثة اللي هي لما يكون عندي أرقام نظامية نستعمل colon operator أوكي هذا colon operator أوكي ومن أقول له من واحد إلى عشرة تعني هالأرقام واحد اثنين ثلاثة اربعة يعني نكتبها واحد إلى عشرة يفهم البرنامج إنه من واحد إلى العشرة ومن أقول له y من صفر إلى عشرين وخلي خمسة بالنص يعني الستيب ما تيذكر بالنص هيتحرك خمسة خمسة صفر خمسة عشرة مستعاش عشرين أوكي ممكن يكون تحرك بالبوينتات يعني يقول لأي أو زت من واحد إلى اثنين والستيب بوينت رايح يتحرك واحد وم بوينت وم بوينت فور وم بوينت ايت وهكذا أنا نصير الفاصل شوية نقدر شوية نكبر حتى يبقى رزعتكم أوكي ها تيبقين أوكي فمن تيجي تكتب لك من تيجي تكتب لك مثلا اي من مية هنا طبعا بالستيب تقدر أيضا الستيب ما يكون تنازلي يعني تيبدي بقيمة كبيرة نزول إلى قيمة صغيرة يعني يبدي مثلا من المية ونزل للصفر فتخلي لك ستيب سالب يعني كل مرة كان وتطرح 25 25 فشي يفهم البرنامج من تكتب لأي يساوي مية نقطة ناقص 25 نقطة صفر يفهم أنه تدري تقول مية خمس وسبعين خمس خمس وعشر صفر يعني نكتب ها بالماتلاب طبعا المرات التي تقدر تتجربها مو التي تكتب ها في صيغة برنامج نظامي تقدر تجربها على الإديتر مباشرة نظف الإديتر وكتب الشي التي تريد مثلا A يساوي مية نقطة ناقص 25 وصولا إلى الصفر شوف إذا تبغط Enter راح يولد لك راح يولد لك الأرقام التي هي بترتيب تنازلي بس إذا تريد بالعكس خلي بس 25 أقول A يساوي لي صفر لا تنابل فراغات والستيب 25 وصولا للمية فراغات يساوي راح يبجي من الصفر ويصعد إلى المية بس بالسالب لازم تخلي إشارة السالب إذا ما خليت السالب عندها قلت لأي يساوي لي خلي نقول أرقام قليلة خمسة خلي نقول للواحد ما يأخذها أوكي لأنه ما خليت الستيب بالسالب لازم تقول لأي يساوي لخمسة ناقص واحد مثلا أوكي وصول للواحد هنا يأخذ فينقص خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد أوكي حقيقة أنه يطيق فدمرونا في إدخال أي نسق من الأرقام أنت تفكر بأرقام نظامية أرقام نظامية نكرنا شي على استعمال فارزة بالأرقام العشوائية يعني مثلا إذا نرجع للأرقام العشوائية أي يساوي لي خلي نقول أربعة أرقام العشوائية أربعة ستة ثمانية تسعة مثلا أوكي هو رح يفهم هذا البرنامج في الصيغة ممكن شون تكتبها تخلي فوارز بياناتها يعني يعني مكان الفاصل اللي هو فراغ تخلي فارزة عادية أوكي أربعة فارزة ستة فارزة ثمانية وفارزة تسعة أوكي أيضا يفهم هالبرنامج يعني اختصار بالمجال تلاحظ أربعة فارزة ستة فارزة ثمانية فارزة أيضا البرنامج رح ياخذها مثل الشي السابق فأنت لو تخلي فراغ بين الارقام لو تخلي فوارز عادية الفارزة هي معناها فراغ أوكي فالفارزة تفصل ما بين رقمين مختلفات بس الفارزة المنقوطة لا استعمالها مختلف يعني مكان هاي الفوارز لو خليت فوارز منقوطة شرا يصير رح نحصل على نتيجة مختلفة شنحصل نحصل على أرقام عمودية فالفارزة المنقوطة دائما تنزلي سطر شون هنا قبل شوية نخلينا فوارز منقوطة فنزل كل مرة سطر نزل كل مرة سطر نعيد والله هنا شوف منها خمسة سطر شون حصلنا خمسة سطر السطر الأول هو X سطر الثاني Y الثاني الثاني Z بوضع الفارزة المنقوطة الفارزة المنقوطة دائما تنزلي سطر عمليات الطباعة اوكي اذا ما خلي فارزة منقوطة الالقام راح تنطبع يعني واحدة من لغ يعني هذا الزائد يفتح لك برنامج القديم بقى هالسهل هو هنا تحت واحد آخر جديد بس حتى نوضح لكم بعض الأمور يقول لك لير CLC لنقل مصفوفة بها ثلاثة رقام هذا مواحد إلى ثلاثة ثلاثة عناصر وكي والواي أيضا ثلاثة عناصر اعتبرها ثلاثة واحدات وكي هس إذا تطبع Z يعني إذا قلت له Z أوكي أو قل له display أطبع لي display X فراغ Y ما راح يطبع لي يطبع لي X يم الواي الـ X ثلاثة عناصر والواي ثلاثة عناصر يطبعهم كلهم بسطر واحد يعني إذا من تيجي تنفذ البرنامج ننطي اسم جديد مثلا نسمي A2 وأيضا بالدسكتوب قلي على الدسكتوب وقل له save طبع الواحد والاثنية والثلاثة ويمها طبع ثلاثة واحدات كلهم بسطر واحد بتلاحظون شباب كلهم في سطر واحد حتى إذا خليت فالزة هنا أيضا الفالزة نفسها أيضا طبع عفقية أيضا راح تطبع الأكس الأرقام من واحد إلى ثلاثة وهم ثلاث واحدات بس إذا تريد تطبع أول شي الأكس اللي هي واحد ثلاثة والواحدات جواهم شو تخلي مكان الفارزة تخلي فارزة منقوطة نعم نخلي فارزة منقوطة نسوي رن نزل الواحدات إلى الأسفل إلى الأسفل أوكي تقدر تعيد العملية يعني يعني شو نقول نسخة المنصوفة يعني مرتين راح أطبعها هالمنصوفة راح أكرر طباعتها مرتين طبع الأكس وطبع الواي رجع طبع الأكس قيم الأكس وقيم الواي أوكي شو حصلت هذا النسق إنه ده أنزل لي جوا مو واحد من لغ فخلي الفارزة المنقوطة فالفارزة المنقوطة إذن تفيدنا في عمليات الطباعة لغرض النزول سطر أوكي شباب فكملخص إذن اللي شيء لأخذنا إنه عمليات الأدخال أو تزويد البرنامج بالديتا يتم لحد الآن مثل الطرق الطريقة الأولى إنه لما يكون عندي بجموعة أو عندي رقم واحد زيان أدخله مباشرة إن شاقله أقول له مثلا أكس أو أي يساوي لمثلا خمسة جرد أكتب اسم متغير ويساوي خمسة إذا عندي مجموعة شوائية من الأرقام أستعمل أرقام أقواس مربع براكت سكوير براكت وإذا كان عندي مجموعة نظامية من الأرقام أستعمل الكولون أوبريتر والكولون أوبريتر ممكن أخلي الرقم اللي بالبداية والرقم اللي بالنهاية ويتحرك يعني البرنامج يولد العناصر والفرق بيناتهم واحد واحد أو ممكن أخلي آني بالنص بيقوم يتحرك حسب اللي يخلي يعني مثلا أخلي 0.5 راح يتحرك لي 0.5 0.5 أوكي نشيل الأي ونشيل الأي ونطمح فقط الواي مثلا نسي بلاي الواي راح يولد لي هنا كبر رقم تقريبا 6 أرقام اللي يجد يقول لي يقول لي معرف شي وده تطبع شي يعني معرف الـ X وده أطبع الـ Y X 1 نص إلى الثلاثة وطبع لي الأرقام الخمسة اللي خمسة أرقام 1 1 ونص 2 2 ونص ثلاثة لأنه قلت له قلت له يبدي من 1 إلى الثلاثة وتحرك لي نص نص هي الطريقة الأخرى لإدخال الأرقام النظامية باستعمال الـ Step ما بين القيمة الابتدائية وما بين القيمة النهائية سن هن نكون بهذا الشباب نهي محاضراتنا لهذا اليوم ونكمل إن شاء الله الأمورات الأخرى بالمحاضرات القادمة شكرا لأصغاءكم شكرا لأصغاءكم